أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا أنا بعتذر عن تأخير كم دائيا صدقائي أظن بسبب عطل فني طارق حصل معنا طبعا مثل ما بتعرفوا أصدقائي اليوم موضوعنا هو الحرية والإلحاد مع أخونا نزار طبعا أخونا نزار رح يحاول يشرحنا موضوع الحرية والعلاقة الحرية بالإلحاد والمفروض كان نعمل معه حلقة بالبداية عن تجربته مع الدين ولكن يعني ما بعرف كيف اتفاءنا نعمل الحرية والإلحاد على كل حال رح ناخد منه حلقة أخرى بشأن يعمل معنا عن تجربته مع الدين بالبداية خلونا نرحب بأخونا نزار أهلا وسهلا فيك نزار نزار يا ريت تضغط على الميكروفون ودورت الكلام صبعا أهلا بالجميع معكم أخوكم نزار من باريس يعني من فرنسا نقدم نفسي قليلا يعني أنا من أصل تولسي عندي في جوزة الخمسين يعني في أربعة وخمسين سنة عندي أكثر من خمسة وتلاثين سنة غربة في فرنسا متزوج يعني ولأولاد ومتحصلة للجنسية الفرنسية وموظف في الدولة الفرنسية يعني مو عندي جنسيتين يعني جنسية فرنسية وجنسية تونسية صراحة ما محتاج لتفاصيل يعني بس ك لا لا كي تكون أمور واضحة يعني أنا إنسان ما الوضوح هو ولا ما ما بخبي شي يعني طول حياتي ولا إنسان ما عندي شيء أخبي يعني زار يعني زار الوضوح جيد بس با في في ناس يتوبصون ألم لذلك يعني نحن نحن نحاول قدر يعني مسيّرة مثل ما قوله القضية القضية اللي اقترحتها علي جون هي مسألة الحرية والإلحاد لأنه كثير من الإخوة الذين يدعون أنهم من الملحدين لهم بعض الخلط في المفهين أنا في اعتقادي وأقول هذا عن عن يقين يعني شخصي أنه مسألة التدين وقضية الإيمان بالإله وقضية الاعتقاد في الخالق الأوحد قضية متعلقة رأسا بمسألة جوهرية قبل أن ندخل في قضية الاعتقاد لأن قضية الاعتقاد هي قضية مرتبطة قبل كل شيء بهل للإنسان حرية أم لا ما هي حرية الإنسان ليست حرية سلوكية يعني ليست حرية يعني شرطية وقضائية وسلوكية ونسبية هي قضية أن الإنسان حر أو ليست حرية الحرية هي كل الإنسان هيجل في بداية بعض النصوص التي قامها في بداية تدريسه لفلسفة بما كتاب ترجم الفرنسية اسمه دروس حول تاريخ الفلسفة يقول أن التجربة الإغريقية كانت تجربة جيدة في الديمقراطية والحرية ولكن الإغريق فشلوا في الديمقراطية والحرية لأنهم لم يعرفوا ما معنى الحرية يعني الإنسان الأغريقي الإنسان اللي عاش وعاشر وولد وأنتج فكر نير ومتقدم إنسانياً كان مكبل بالشروط الاجتماعية وبالشروط التاريخية بحيث أن كانت الحرية عند الإغريق مناطة بنخبة من المجتمع يعني كانت عبارة على إنسانة دونوبلاس يعني طبقة وشريحة تعد على الأصابع في المجتمع هي التي تنسب بنفس الحرية وهي التي تقنن وتشرع وتحكم لذلك فإن هذه التجربة كانت لاغية ومألها للفشل يعني عدم وعي الحرية وهذا أمر بحق أقوله بكل نزهة المفكر الوحيد على مرة العصور اللي وضع الإشارة الأساسية لها الحرية هو باكونين أنا لست من المحتنقين لماذا باكونين رأساً بشيء عاماً ولكن باكونين هو الذي أشار إلى أن حرية الإنسان إذا كانت هذه الحرية مناطة بأي شبهة أو ملتبسة أو كان فيها أي شكل من الأشكال العبودية فإنها تشمل حرية الناس أجمعين يقول باكونين إن عبودية أي إنسان في أقصى عقاص الأرض إذا كانت تداس وكانت مهانة فإن حرية أي بشر يدعي أنه حر كانت قد مست وإن مراجعة حرية الإنسانية تكون بذلك الشكل واردة إيش معنى تمنى أن في نظر باكونين أن الحرية الإنسانية هي حرية مطلقة لكل الناس ومن هنا هذه الحرية هي التي تولد فيما بعد الاختيارات الفلسفية والعقائدية والاقتصادية والاجتماعية وما إلى غير ذلك والمتدينين والمناهضين المتدينين يعني الفريقين يعني كانوا إسلاميين وغير إسلاميين وتدينين يعني بشكل أو بآخر لو كانوا مسيح أو هندوس أو أسدرادوشت أو فمنبهائيين أو أي نوع من الاعتقاد والمقابل أيضا يعني الملحدين بمعنى أنهم من ينصبون العداء للمتدينين أنا أوردت لك بعض الملاحظات حول هذه المسألة أعتقد أن مرحلة فيها هذا التقابل يجعل من أن المؤمنين ضد الملحدين هي مرحلة إنسانية متأخرة لأن الناس المتدينين مقابلهم الملحدين فإننا نحن في معركة في نفس التوقيت لم نتجوزها لذلك أنا مش أعطيك مثلا مثال على ذلك أنا واحد من الناس شخصيا قضية الدين قد حسمت فيها منذ عهود يعني منذ السبالة من الاجتماعي عندي بضعة وخمسين سنة ولكن أني لا أعتقد في الإله منذ عمري ثماني سنوات يعني مش عندي أكثر من خمسين سنة في هذا الاتجاه ولكن أعتقد أيضا أنه بإمكان الإنسان أنه يعيش حياته الاجتماعية وحياته الإنسانية وحياته الاقتصادية والعاطفية والفنية بدون أن تكون له حاجة أن يتطرق إلى الدين يعني الحياة بلا دين ممكنة والحياة بالدين بغير مختطية الدين واردة وممكنة وإني أكذب للدعاءات الليهوتية التي يولدها المشايخ والأيمة وكل المعتقدين والمسلمين والنصارى واليهود وجميعا وتدينين في أن الإنسان بالصليقة مؤمن هذا كاذب كاذب وهراء وهراء خرافي لماذا أنا حاجة وإني كذب ومنهم أكثر التنويريين عبدان إبراهيم هذا كاذب يا عبدان أنت تكذب أنت تكذب يعني أنا شخصيا وأشهد على نفسي ما أقول قمت بعمليات جراحية مميتة يعني واجهت الموت ولكني عندما واجهت الموت لم أشاهد ولم ألحد ولم أذكر اللهوت ولم أستدعي رب العباد وأستغفر الله كل هذا كاذب وهراء والدعاء زائف يعني الإنسان إن كانت له ركائز في محورياته يعتقد في صدق ما يعتقده في ذاته أنه محور هذه الحياة وأنه محور هذه الدنيا وأنه محور هذا الكون فلولا في حاجة إلى إله لأن هذا فيوربخ يقول أن الإنسان هو الذي خلق الله وليس الله هو الذي خلق الإنسان لماذا خلق الإنسان الله؟ لأنه محتاج إلى أن يجد أسباباً لأوضاعه في ضعف ضعف يعني في مواجهة المرض في مواجهة المصائب والنوائب والكبائر في تفسيره للزلازين والسواعق والبراقين والطبيعة الهوجاء وكل هذا الجهل وهذا الخوف وهذا الارهاب الطبيعي يجعل من الإنسان القاصر الضعيف الذليل المستكين أنه يخلق قوة خارقة وخوة لا إنسانية تفسر هذه الظوار ويركن لها في وقت الحاجة وفقت التمأنينة ولذلك بعض الأصدقاء في بعض الأحيان يقولوا عندما تصوي بفاجعة كبرى ويتموت لك أمك أو أبيك فأنت في حاجة لتستكين إلى الربوبية والإله يقول هذه فراغات فأني فقدت أمي وأعتقد أن هذا أمر طبيعي وهذا إنساني والحقيقة الوحيدة التي يعرفها كل الناس والناس يعني بشر الإنسان بصفة عامة أن الموت هي الحقيقة الوحيدة أن كلنا ميتون كلنا ميتون وهذه هي الحقيقة الوحيدة أما أني أستمتع بحياتي وأني أجعل من وجودي خلودا في كل لحظة هذا هو المطلوب أن الحرية التي أطالب بها حرية أن أقيم الجنة على الأرض أن الوعود الزائفة والكاذبة التي أقال أن سوف نعيشها بعد الممات لا فلنحققها على الأرض لماذا لا نحقق المحبة على الأرض لماذا لا نحقق الإخاء على الأرض لماذا لا نحقق السعادة على الأرض لماذا لا نحقق الاشتراك والمقاسم على الأرض لماذا نكذب على أنفسنا وكلنا بغض وأنانية وحق تبرر أخوين زاري الكلمة الصادقة هي الأنانية هي حب المال والسيطرة هو اللي خلانا بنصل لهذه المرحلة كطبيعة بشرية على كل حال أنا بس بدي أراح بكل أصدقائنا المتواجدين على اليوتيوب طبعا أختي نسرين هي المديرة للشات وأخوي أحمد حرقان أهلا وسهلا بك أخوي أحمد وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء رياض وصريح وبصراحة كل الأصدقاء الموجودين حنان ماريا كل الأصدقاء يوسف كلكم أهلا وسهلا بكم نزار أنا بس بدي أوجه الكلام لأصدقائنا اللي موجودين ياريت بس توزعوا رابط الحلقة بتعرفوا قناتنا جديدة وبدأ من يساعدنا في توزيع الحلقة إذا سمحتوا أشكركم أصدقائي نزار خلينا نروح على نبدأ بتاريخ الإلحاد عند العرب والمسلمين الحرية كمعركة حقيقية للتحرر من العبودية الدينية خلينا ناخدها تاريخ الإلحاد في الإسلام تاريخ واسع وتاريخ بجد يجعل من الإسلام ليس الإسلام يعني الفطرات الإسلامية المتعاقبة الفطر الأموية والعباسية والفطرة الوسطية ثم الفطرة العثمانية إلى مندطرة الخلافة سنة 1924 الإشكالية المسلمين وإشكالية المؤرخين المسلمين أنهم كذبوا كذيرا علينا وروجوا إلى أن في الإسلام رحمة وفي الإسلام قابول وتعاطف وفي الإسلام مودة وفي الإسلام أكثر من الحضارات أخرى رفقا بالمخالفين وبالمغيرين للآراء وبالناس المختلفين ولكن عندما نشرط وإني سأقف بشيء من الدقة على رمز من رموز الإلحاد في الإسلام وقد عمل معاملة شبه استئصالية يعني مفكر في مقام ابن الرواندي صاحب الخمسين آثر والخمسين آثر الذي أذكرهم لم يبقى منهم عند المسلمين حرف لقد مزقوهم وحرقوهم وأبادوهم وأبادوا ذكر ابن الرواندي لا لشيء إلا لأن هذا الرجل كانت له آراء مخالفة للايمة والمشايخ وللأمر في ذلك الزمان ابن الرواندي من من عاشوا في القرن الثالث إلى القرن الرابع الهجري يعني في كمة وفي مجد ما يسمى بالخلافة العباسية يعني من الناس الذين زامنوا وعاشروا أوج مفكرية المعتزلة من الجاحظ إلى المعرع إلى ابن الهيثم إلى الخياط إلى جملة من المفكرين الممتازين في تلك الفترة ولكن برغم أن بلغنا عن الجاحظ وبلغنا عن الخياط وبلغنا عن المعرع وبلغنا عن جملة من المعتزلة آثار وأشعار وكتب إلى أن ابن الرواندي باعتباره ملحد قد تم حرق وإبادة كل الكتابات وما تركه ابن الرواندي وجدناه في بعض الأثر لمخالفيه الذين أوردوه للنقد والضحض والضحر والزندقة والإشعاله في نار جهنم الموعودة فهذا دليل قاطع وهذا دليل من جملة الأدلة التي تبين أن هناك في حاجة إلى تبيان أن الحضارة الإسلامية ليست الحضارة المتسامحة التي يسوقونها لنا وليس فيها أي أدنى رحمة معرفية أو رحمة ثقافية أو رحمة علمية أو رحمة إنسانية فهذا الرجل لما ساق انتقاداته وانتقاداته مشروعة يعني انتقاداته في ذلك العصر كانت طبعا انتقادات في شكل تساؤلات يقول ابن الرواندي إذا كان هذا النبي محمد في تلك الفترة قد أتى بهذه الرسالة وبهذا الدين الجديد فما هو الموجب عقلا أن يجعل من مثلا تقوس حيوانية ومبهمة مرفوضة كالتواف على ركام من الحجر كالكعبة أو السعي بين الصفا والمروة على نهج هاجر كالمختلقة يعني هذا البحث على الماء أو رجم سخرة باعتبارها رمز للشيطان أو الشيطان كل هذه الطرهات تبعد الإنسان الدعي إلى أنه صاحب نهو ورسالة من الدعاء بهذا الرب الفذ المتعالي المتنازه القدير القويم مش عارف شو إذن هذه السلوك الذي يدعو فيه النبي إلى جملة المؤمنين إلى جعله دموسا وشعائرا توجب محبة الله له فهذه المحبة مردودة يقول أن هذا من السخف ومن البوهمية أن يصبح الإنسان محبوب عند الله عندما يطف بحجر ويرمي الشيطان ويطف بين الصفا والمروة وما إلى هذلك نحن هنا على حقية هل هذا السؤال مشروع أم لا عقلاً مشروع أي إنسان بإمكاني أن يقول أن هذا السلوك يجب أن نستشيغه وأن نقبله وأن نفسره وأن نقتنع به ليس أن نواجه صاحبه بالسندقة وبالكفر والإلحاد وأن ندخله نار جهنم ونحرق أوراقه وكتبه إنما نحرقه شخصياً كما فعلوه إلى عشرات ومئات المفكرين في تاريخ الإسلام المظلم لذلك فإن ابن الرواندي عندما يبيح لنفسه ويذكر مثل هذه التساؤلات فهو محق وعندما يقول مثلاً هذا التساؤل الغريب يقول لنا غزوتان غزوة بدر وكانت غزوة مشهود لها ويذكر الله أنه يضل الله فوق أيدهم والملائكة تدخلت وساعدت المسلمين ضد الكفار وكانوا بضع ثلاثمائة ونائش ثلاثمائة واربعتاشر فافر وكان المشركين المقابلين بني قريش أكثر من ألف وانتصر بنو صحابة محمد ومحمد على بنو قريش بإعالة من تلك الملائكة التي ساندوا للمؤمنين وكانت يد الله فوق أيدهم وفسر المفسرون على ملائكة ولا أيضاً الإشكال أين هذه الملائكة من تلك الأنفار الغفيرة لم تقتل إلا سبعين وهي نسبة مئوية أقل من عشرة في المئة هذا التساؤل يبقى محل سؤال ولكن الغريب أن في وقعة أحد وهي ردة الفعل التي حضر لها القريش أين هي الملائكة؟ لماذا انهزم المسلمون؟ لماذا خالد بن وليد بهذل بحالهم؟ لماذا سال وجال وقتل وجندل حتى أن رسول الرحمة نال بشجل على رأسه وتداعى وكانت رخبته دميتان وكان منه من الضعف مكان؟ لو لأنه كان معاه جملة من الأصدقاء الذين حموه كعمار بن ياسر وعلي بن طالب وجملة من الأشداء لكان مصيره الموت وكان من بين أصدقائهم من أعلن أنه مات في تلك الواقعة فأين هي الملائكة؟ ابن الروندي هنا يضع إشارة تاريخية لأنه تم إشكاء الله هل هي نفس الفرقة؟ هل هم نفس الجماعة؟ هل هي نفس الحرب؟ وهذه التساؤنات بحق ابن الروندي كان يريدها لأنه كان يشكك في هذه النبوة طبعاً وكان لا يؤمن بأن رسالة محمد رسالة محبولة وهذا إن كنا نجيزه عقلاً فإن المسلمين كانوا لا يقبلونه أصلاً ولذلك فإنهم كمموا ثمه وفاهو وجففوا قلمه وأحرقوا أوراقه وأخرجوه من ملة الإسلام ومنهم وهذا هو البؤس الفكري والبؤس الحضاري في الفرنسية وقالوا عندما تريد أن تقتل كلبك فاتهمه وفونته بالكلب يعني قالوا أن ابن الروندي أصوله يهودية وأنه من غير رحم الإسلام وهذه والله فدينا وملينا يعني نحن بنو هذا القرن مللنا من هذه الخزعبلات وهذه الطرهات في واقعة الجمل السيدة عائشة حملت أكثر من 20 نفر لتطالب علي بن الطالب بدم عثمان وخدت لمن قتل والموت بين المسلمين بين 20 إلى 30 ألف ميت ويقولون أن هذه الواقعة قد تحرش فيها اليهود ونزعوا بين هذا وذاك يكفي كذباً يكفي كذباً يكفي موروقة على الإنسانية ويكفي استهتاراً بعقول الناس الناس تعلم والقاسي والداني يعلم أن واقعة الجمل واقعة مخزية وأن عائشة لم تكن لتخرج من دارها وأن طلحة والزبير كان على خطأ لأنهما قد لفظ ورفض العهدة التي عهدها بها علي في المدينة وقد بايعاه قبل أن يخرج عليه وهذا أمر مذكور في جملة في الطبقات وفي تاريخ الذهبي وفي تاريخ المدينة ابن الشابة وفي جملة من الآثار العربية السنية اليقينية بخلاف إلى سنن أحمد التي تذكر هذا بدقة وبيقين فهذا الكذب لم يعد ينطلي وهذه الأحاجيج وهذه التغطية الحق بهذه الظلمة الباطلة لم تعد منها نفح لأن نعترف أنها هناك أحساب تشترك يا أخي نزار أخو بليح هذا الرائع يعني بصراحة أنا كثير سعيد باللقاء معك في عندي سؤال هوني بطرحة يعني يوم نحن بنشوف المؤمنين الأخوتنا المسلمين للأسف الشديد لما بتحكي معهم بمسألة الدين وحتى تجيب لهم وقائع وتجيب لهم كتب وتجيب لهم رقم الصفحة وحتى رقم الخط ورقم الكلمة يعني بالخط وتحطى قدامهم بيقولك يعني إذا جبت من فريقين مثلا خلينا نقول فريق ملحد بيقولك هذا كذب وافتراء وإذا جبت لهم من فريق الشيخ مثلا جبت لهم بيقولك ما شاء الله يعني دور القداسة في التعصب والديني هذا شو دور القداسة في هالتحجر هذا ياريت شرح أنا دور القداسة هاي اللي نحن بصراحة نحن نحاول جاهدين إنه نشيل هالت القداسة هاي شو دور القداسة في هالتحجر هذا بحق نشكرية المسلمين بشكل عام هي وقوعهم في فخ أن لهم تعامل مع تراثهم ولهم تعامل مع مصادرهم تعامل مرضي يعني طبعا أن بالنسبة إلى المسلمين على بكرة أبيهم مقدس أوحد واحد هو القرآن باعتباره كتابا قد نزل على لسان الله بطريقة ما وكان الرسول في ذلك جبريل وغير ذلك فيما عدا ذلك فإن الفرق الأخرى تتعامل مع المنتج الإسلامي تعاملا مختلف التعامل الذي يتعامله السنة أهل السنة والجماعة وتعامل فيه نوعا ما من تقديس من ألفوا إلى السنة المحمدية يعني إذا كنت أخذ جملة من الكتب التي يجعلها المسلمون في المقام الثاني بعد القرآن نذكر بشيء من السرعة الكتب الست يعني الصحة الست ومنهم صحة ابن داود وابن ماشا والبخاري ومسلم والترميذي والنسائي هذه الكتب الست التي كتبت بعد قرنين من موت الرسول الرسول توفى في السنة الحادية عشر بعد الهجرة والبخاري ولد سنة 194 للهجرة ومات النسائي وآخر المحدثين في سنة 300 للهجرة يعني هناك قرن القرن الثالث في خلال هذا القرن الثالث حصل ما في الصدور وتمع ما يسمى بتوثيق أو صياعة السيرة النبوية في تلك الفترة ملاحظة لكي لا تفوتني الست التي ذكرتهم لك الست يعني ابن داود وابن ماجا ومسلم والبخاري والترميذي والنسائي كل هؤلاء الست ليس فيهم محدث أو عالم واحد عربي كل هؤلاء من الأعاجم يعني أغلبهم من الفرس ومن الخرسانيين ومن القطازيين ومن الناس تنتمي إلى جنسيات مغيرة للجنسية العربية الوحيد هو رأس الحرب في ظن في هذه المسألة وهو من تقوم عليه كل المسؤولية التاريخية هو أحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل هو من كان قد سكى سكوك التوبة والرفعة وأشر إلى صحة ويقين المضامين للكتب الست فقد زاره البخاري وزاره مسلم وكان من كتابه ابن ماجة وقد رأى واستوعظ وحدث ابن داود كل هذه المجموعات كانت من سريج واحد من نهج واحد أو من فكر واحد والإشكالية إذا أردت أخي جون أن ندقف في هذه المسألة لأن المشكات الإرهابية المشكات المتطرفة المشكات الإقصائية المشكات العنصرية متولدة من المدرسة الحنبلية بصفة عامل وهذا ما لا يزرق على ذكره أحد لأنهم يجرمون طيفاً وطيفاً ونيفاً ولكنهم لا يعودوا للمصادر نحن ناس في دراساتنا وفي مجالاتنا العلمية عندما نريد أن ندرس أي ظاهرة أو ندرس أي معلومة نذهب إلى الرأس إلى الأصل إلى المصدر لكي نبحث عنه ونتفقد ما به لنعلم ما هي القضية قضية الإرهاب الموجودة حالياً مدرستها وعمقها التاريخي ومؤذنها وإمامها هو أحمد بن حنبل ومن لا يدرك ومن لا يوقن ومن لا يعترف بهذا فإنه قد ظل الطريق وخرج عن الموضوع لماذا؟ لسبب بسيط لأن أحمد بن حنبل هو من صاغى ومن ألبس المذهب الحنبلي بجملة من التقوس والتفوم والجزئيات التي تجعل من الإسلام حظيرة تاريخية متقوقعة متجلمدة وكما يقول في القرآن بعض الأيمة مع أحمد بن حنبل قد حصل ما في الصدور سوف أفسر لك هذا أحمد بن حنبل كان عاش في ولد في 161 في هجري يعني في الطور الثاني من الجيل العباسي يعني خرج من رحم البدايات الأولى لدولة العباسية إلى أن زمن وعاشر هارون الرشيد ثم الأمين والمأمون والمتوكل به في تلك الفترة التاريخية أصيب أو يذكر أن أحمد بن حنبل قد اختبر في مسألة تاريخية كان قد أقام أو أفتاه أو أقر بها المأمون وهي قاضية ما يسمى محنة خلق القرآن محنة خلق القرآن باعتبار أن المأمون كان من المتنورين في عصره وكان من الذين قد أشادوا وأفادوا في بيت الحكمة وأدخلوا الفلسفة الإغنقية وقاموا بالترجمات وأجازوا للمعتزلة أن يكون لهم باب وصول وجوال وفكر وانتشار للرأي والرأي والرأي المخالف إلا أن ككل الأنظمة الاستبدادية كان للمأمون أيضا شوكة في أن يقيم مذهب الدولة ومذهب الدولة الذي أقامه بذراع ابن أبي ذؤاد وهو وزيره أنه يجب أن يجعل الأئمة كلهم على نهج واحد وقبولهم بما يسمى بخلق القرآن خلق القرآن أي أن الإنساء القرآن تاريخي أنه عندما يقول في القرآن مثلا عبس وتولى أن جاءه الأعبة وما يدرك لعله يتزكى وما إلى أي ذلك فأنه يقول أن هذه الحادثة حادثة تاريخية بالفعل لأن الرسول قد عبس وتولى عن الأعمى إذن عندما نزل القرآن ليقول له يا محمد لقد عبست وتركتك الأعمى وهذا أمر لا يجوز لك ألم يجدك يتيما فأوى ويجدك عائلة فأغنى ويجدك فقير فأغنى إلى حي ذلك إذن تاريخية القرآن هي مثلا عقلية وكان المعتزل عقلين وكان يقولون على القرآن لا يجوز أن لا يكون له تدخل في التاريخ هل الله قد دخل في تاريخ الإنسانية؟ هذا هو الأمر بالنسبة المعتزلة فإن لله إمكانية أنه يتدخل في الحالة التاريخية أنا لا أدخل في الدقائق لأن هذه ليست هذه المسألة ولكن أحمد بن حنبل باعتباره إنسانا لهوتيا متلاهتا نصوصيا معتقدا في أن لا حرق القرآن وإنما القرآن قديم قدم الله وما إلى غير ذلك فلو تمسك بالموقف الكلاسيكي يعني اللاهوتي في اعتبار أن القرآن سابق للمكان والزمان وأن الله لا يلاسق الدنيا وما إلى غير ذلك قد يه اختلاف الرأي إلى أنه عانى منها أحمد بن حنبل وكانت معاناته قد أصبغت عليه صبغة المقاوم المجاهد الذي أقام بشوقاته ضد السلطة ولكن أحمد بن حنبل على أنه أصيب ببعض من البلاء شيئا من السجن وبعض شيئا من الجلد وشيئا من السوء المعاملة لأن السيته قد ذاع واشتهر عنه أنه إمام طقي وارع وما إلى غير ذلك الإسكالية في أن أحمد بن حنبل مع الميزات في أنه تمسك برأيه وبقى على ما يعتقد فيه إلا أنه كان من الذين يؤمنون بما يسمى الشرعية الشرعية الغالب ولا الشرعية المتحكم ولا بقدرة الذي له الصلطة كان إنسان من الذين ينظرون إلى قبول الأمر الواقع وقبول الفاجر وقبول المتسلط والظالم ما دامت له شوكة وما دامت له سلطة ما دام هو الحاكم فإن الخروج عن الحاكم فيه مغبة وفيه فتنة وشق حص الطاعة وفيه متاهات لا يحمد عقباه لذلك حتى وإن قبل بتلك المهانة وبتلك العذاب إلا أنه لم يدعو في يوم من الأيام إلى الخروج على السلطة العباسية وكان من الذين يقبلون وينظرون ويؤكدون أن وعطيعوا الله والرسول هو أولي الأمر منكم أين كان أولي الأمر إن كان فاجراً ابن شرموطة ابن مش عارف شو تقبله تقبله لأنه صاحب الشوكة وصاحب السلطة فهذا هي الأمر فيما بعد لما استتبت له الأمور ومات المأمون وجاء المتوكل بعد أخويه فإن المتوكل من الناس الذين كما هو معنا أراد أن يغير سياسة الدولة فمن وأزح سلطة المعتزلة عن الحكم فمن لمن التجى التجى إلى البديل الموجود في تلك الفترة وهو أحمد بن حبد لذلك فإن ناج ونذهب أحمد بن حبد أخذ منذ منتصف القرن الثالث إلى ما إن النهاية له في الخلافة العباسية دوراً رأساً ورئيساً في صياغة وفي استتباب الأمر الدنيوي والديني للخلافة هذا ليس هو المهم هذا تاريخ ولكن الأهم من هذا هو أن مذهب أحمد بن حبد هو المذهب الذي جمد وحجر وجعل من الإسلام جلمود صخر كيف ذلك؟ تسألوني كيف ذلك؟ أقول لك أحمد بن حبد هو الذي جعل من الإسلام فترة تاريخية مقدسة ماذا يقول أحمد بن حبد؟ وفي هذا هو الإعجاز يأتي أحمد بن حبد بثلاثة أو أربع حديث يرسخ بها مفهوم أولاً أن الإسلام تم بتمامه وكماله في حقبة تاريخية أي الحقبة تاريخية هي مدة حياة الرسول والصحابة تلك هي الفطرة الجيدة الجميلة الذهبية القدوسية المستنيرة المنورة وكل البركات عليها وما إلى غير ذلك لذلك لا تستعرب أخي جان عندما يكون المتشهدة والرهابيين يأخذون بققاميصهم ولحاهم وشرابيبهم على صحابة النبي والنبي هذا المصدر الأول أولاً أن تلك الفطرة تمت وهي خير فطرة من الإنسانين ثم يأتي بحديث يقول خير القرون قري ثم ما يليه ثم ما يليه ويقال أن ثلاثمائة سنة الأولى هي تم فيها الإسلام بتمامه وكلامه يعني أن الفطرة التي نصب إليها نحن في القرن 21 والخمسة وعشرين والثلاثين يجب أن نعود تلك الفطرة لثلاث قرون تلك هي الفطرة الجيدة الطيبة يعني أن يقول ماركس في القرون القرن 19 أن الثورات الاجتماعية والتقدم الإنساني يستلهم شهره من المستقبل ونحن المسلمون نستلهم شأننا من ماضي 14 قرن حسنا في الصدور أي خير ما فينا قد تم هذا الحديث الأول ثم يأتي لك إنسان آخر في موقع آخر ويردد عليك هذه القولة وهذه أهم ما في الأمر يقول لك يقول رسول الله يأتي زمان ثم يقول تنقسم اليهود إلى واحد وسبعين شعبة ثم تنقسم النصارى إلى اثنين وسبعين شعبة ثم ينقسم المسلمون إلى ثلاث وسبعين شعبة فهو واحد من الصعابة ومن هم الناشون إلا يقول لهم كلهم في النار ثلاث وسبعين كلهم في النار إلا واحدة كلهم ثلاث وسبعين في النار إلا واحدة من هي يا رسول الله من هي يا رسول الله من هي يا رسول الله يسيب رسول الله فيقول ما أنا عليه وأصحابي ما أنا عليه وأصحابي ما معنى هذا ما معنى هذا معنى هذا أن الفرقة الناجية الفرقة المنصورة الفرقة التي ستدخل الجنة هي الفرقة التي تأخذ كمثال كحذوة كنموذج كرمز كشكل من أشكال تقليد ما بها الرسول وما عليه أصحابه إذن نفهم كل هؤلاء الناس إن كانوا يصبون ويريدون الجنة فإن المرجعية لهذه الجنة هي هذه الأحاديث التي تقول لك كلهم في النار إلا واحدة ونحن من الفرقة المنصورة والفرقة المنصورة هي ما كان عليها الرسول وأصحابه إذن إذا أردنا أن نفهم هذا الإجرام وهذا الإرهاب وهذه المسكات التي ولت هذا الإرهاب فإننا أود إلى هذه الأحاديث التي طبعاً باعتبار أحمد بن الحنبل هو صاحب الخبارات فلا تنسى أن أحمد بن الحنبل من البتارين كان يقص الحديث إن كان الحديث فيه إزعاج وفيه مجمة للسحابة وكان يفلن يعني أحمد بن الحنبل إن كنت أنت اسمك علي واسمك عمار ومن غير الذين يريدوا ذكرهم يقولوا ومر بك أو أيوذن يقول ومر بك علي فاستحبك هذا ومرك بفولان لتمسي هذه الحقيقة وتغييب البحث الدقيق الألمي وهذه من المسائل التي كان ينظر لها أحمد بن الحنبل قال درءاً للمذرات وانتقاءاً للصحابة من الشبهة فيه جملة من العينات أحمد بن الحنبل كان من الناس الذين عندما يحضر مجلس أو يقال له ويذكر له بعض الناس مثلاً خلافات أو نقاشات حادة بين الصحابة كان لكي لا يستمع هذا الحديث يضع أصابعه في وذنيه لكي لا يستمع إلى هذا يوريك قلة وقمة كراهية المخالفين وإداة للمخالفين ثم بقدر ما كان من أحمد بن الحنبل على هذه الطريقة من تقديس تلك المرحلة ومتغيرها مرحلة تاريخية نيرة وذكية وطيبة إلا أنه في النهاية المشكلة كان بشكل أو بآخر يذهب إلى جعل القدسية إلى الصحابة الذين كانت لهم نوعاً ما إشكاليات في العلاقات مع الشيعة في ذلك الوقت إشكالية أحمد بن محمد أنه في ذلك رقصة في القرن الثاني والثالث كانت الشيعة لهم ادعاءات مشروعة يعني في أنه ثم ذكر في السيرة أو في الأحاديث لأنه علي كان عاحق من أبو بكر وعمر وكان أحمد بن حنبل باعتباره نفسانياً وتاريخياً وعقائدياً وعرقياً وجنسياً موالي لبني أمية كان يدافع على خلافة معاونة بن يسوفيان وكان يزكي زيداً وكان يهلل لكل هذه الطيف من الصحابة وكان يجعل من من عاشر الرسول في تلك الفترة والجيل الثاني والثالث في مقام القداسة في مقام من لا يمس إذن فأنت بإمكانك أن تقضح في من شئت إلا أن تقضح في معاوية أو تقضح في عثمان أو تقضح في عمر أو تقضح في أبا بكر وكلهم الوحيد الذي الإسلام منزعه عن الخطأ وجعل له بعضاً من الخدسي هو الرسول في معدى ذلك وكلنا خطأونا وخير الخطأينا التوابون والتوبة يعني في معنى أنه كل الناس يؤخذوا منه ويرد فلا عند أحمد محمد الله كل الناس يؤخذوا منهم ويرد إلا الرسول ومن كان معه والعصابة يعني والجماعة والجمال الجماعة الملتفئة حول وهذا أمر أصبح عند بعض المسلمين في مقام القداسة وتحولت القداسة من شخص إلى طبقة إلى مجموعة إلى هيئة وكانت هيئة ونظرة ووزعة إلى جملة من مقاصد ليس لها تاريخ وليس لها صحة كحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم هذه الخرافة هذا الحديث لا معنى له يقيناً لأن في أصحاب الرسول من كان الفجر والبر ودليل ذلك أن أمر لكي يلكمت ويكمم ويحتص الخمار على نساء الرسول كان في يوم الأيام وهو يأكل عند رسول الرسول لمست يده يد فاطمة يد عائشة قالوا كيف يا رسول الله كيفاش إن أزواجك أرضى ويقول أمر للرسول يدخل عليك البر والفاجر على الرسول إذا كان على الرسول يدخل البر والفاجر فهل الصحابة كلهم منتزهون شؤل اللي يريكي البهامة والحماقة والجهل بتاع هالناس اللي ما عنداش لا تبييز ولا يقين ثم نسترسل قليلاً بعد أحمد بن حبل وما صاغله في هذه الهيلولة وهذا المشكات من الإرهاب فإنك تجد فيما بعد كل العناصر المكملة للهيئة الإسلامية فمن أقام ما يسمى بالنقاب هو أحمد بن حبل أخي جون سوف أقولك قولاً كي تفهمه ولكنه عمي يقول أحمد بن حبل فيما معناه إذا رأيت وجه المرأة إذا رأيت وجه المرأة فماذا بقي فيها كهمت علي ولا لا إذا رأيت وجه المرأة فما بقي فيها هذا هو معتقد وإيمان هذا الإمام هذا الشخص كان له هذه النظرة وإذا رأيت وجه المرأة للمرأة فجعلها ككوم المجهولة بما أنه دخلنا بموضوع المرأة برح نكمل بموضوع المرأة برح نكمل بموضوع المرأة بس بشان الوقت لأنه كما يساعدنا الوقت أتمنى من أصدقائي طرح لأسئلة وفي عندنا أسئلة كثيرة أظن أخوي نظار ما من نقدر يعني نكفيها طبعا لك الحق على شكل لأنه مش نفهم أنه المذهب الوهابي في التقوص والمعاملات وفي الإجراءات الاجتماعية يأخذ فقهه ويأخذ مسلكيته على ما أقامه أحمد بن محمد في ما يسبب التفرقة بين الجنسين وإبقاء المرأة في البيت والإنزاب وإلى غير ذلك ونساؤكم حرثوا لكم في حرثوا ما شئتم ودونية المرأة وأن المرأة أقلل مع العيني ولكن في بوضع دعونا نأخذ سؤال أخوي نظار وأنا يعني أشجع أصدقائي بطرح الأسئلة أيديولوجية الإسلامية هاي اللي إجيت من وراء حنبله وجماعته يعني كمبرر الذكوري والسلطة الرجولية المطلقة في المجتمع يعني يا ريف يا ريف تحللنا إياها بالرأية طبعا ديما في أي عمل نقدي في أي عمل تبياني نحن كما يقولوا بلغة تصويرية نريد أن نفقع الدم له نريد أن نظهر الأشياء في أبشع صورها يعني بصراحة لكن عنا في تاريخ الإسلام عنا 14 قرن من الذكورية ومن سلطة الرجل ومن هيمنة الذكور في المجتمع السؤال الآن وهنا عندي بعض الاختلاف مع بعض المفكرين والمحللين وأني أعتقد أن ما نتصوره ضحية بمعنى من المعاني وهي المرأة في دونيتها في معاملتها كبضاعة ومعاملتها كخزان للتوليد في اعتبارها دون عقل في اعتبارها دون مسؤولية في اعتبارها دنيا والرجال قوامون على النساء عندما نعاين الصيرورة التربوية التي عاشتها المرأة ومارستها في فترات بمتلاحقة من الزمن العربي الإسلامي وفي كل المجتمعات الإسلامية نلاحظ أنه بصراحة المرأة لها جانب ونصيب من المسؤولين لماذا؟ لأن المرأة في مجتمعاتنا العربية تحمل إيديولوجيا نظريا يعني تحمل الأفكار التي تعادي وضعها وتعادي جنسها وتعادي مصالحها الاقتصادية ومصالحها الاجتماعية ومصالحها السياسية والدليل على ذلك أن المرأة عندما تربي صغارها ذكورا وإناثا فإنها لا تعطي مساواة في تربيتها بين الأنثى والذكر فإنها تبجل الذكر وتجعله في مقام المخدوم وتجعل من أخته تحضر له الغداء وتبجله وتقدره وتوقره وتجعل منه شخصية مؤهلة لاسترساح واستعادة السلطة الذكورية التي تمارس عليها هي كمرأة وتمارس على ابنتها وتمارس على أختها وتمارس على أمها وتمارس على محيطها الاجتماعي إذن فإن المرأة لها نصيب باعتبارها تولد إيديولوجيا وسلوكيا وتربويا واقتصاديا لكل المظاهر التي تجعلها في المقام الثاني وفي المقام الثالث وفي المقام المتأخر وإني فوجئت وفوجعت في بعض الأحيان عندما في علاقات الاجتماعية ألاحظ أن في أسرة مسلمة يعني يغيب فيها الأب ويكون هناك خالة وأم وبنات وبنين وجدة وكلهم يعني مسلمون ومهيئون وهناك شاب جاوز الخمسة عشر مراهق يعني في هذا المحفل عندما يؤذن لصنط المغرب أو الإشاء أو الظهر يعقوم هذا الشاب لإمامة ذاك الفريق وأمه تكبره وجدته تكبره وخالته تكبره وعمته تكبره وهو أمهم بغير علم هذه المأساة هذا هو الأمر الذي يجعل من هذا الدين وهذه الثقافة وهذه الحضارة بشكل أو بآخر مؤهلة إلى أن تبقى إلى دهور المستقبلة في هذا الطور لأن إذا كانت المرأة تؤيد نفس النشيج الاضطهادي ونفس التفرقة ونفس الاختراب ونفس الهيمن الذكورية ونلاحظ على علم وأن في العلاقات الاجتماعية عندما الأم ترشد ابنها في علاقته مع زوجته لا تتأمره بالمعروف والمساوات والرحمة والرفق إنما تأمره بالهيمنة والضغط والذكورية والرجولة وأن تكون أنت الفاتق والناتق والفحل الذي له الكلمة الأخيرة وهذا نسيج اجتماعي ونسيج تربوي ونسيج معتقدي يكرس ويولد ويضمن صيرورة الهيمنة الذكورية في المجتمعات الإسلامية إذن ليس الذكور وحدهم أصحاب مسؤولية هذا الوضع ولماذا أذكر المرأة؟ لأن الاندولوجيا التي تمارسها المرأة هي معادة لمصالحها وهي معادة لكينونتها هي معادة لذاتيتها لأن الكل يعلم وأنا أعرف يقيناً أن المرأة من الذكاء ومن البراء ومن الإنسانية ما يجعلها تشغل المناصب التي تعادل الرجال وفي بعض الأحيان تفوقهم علماً ومردوداً ومنتوجاً علمياً وللنساء ذكاء وفتنة ومعرفة وإدراك ويكون بإمكانها أن تعطيه زخماً للمجتمع كي يتقدم وكي نواجه المشاكل التي تعترضوا جملة الناس معلومة صغيرة أخي جاني أنا في التعليم يعني في التدريس وما أي ذلك في توجيه عنا في أن نوجه الشباب أذكر لك بكل موضوعية أن نسبة الفتيات الذين يوجهنا إلى المخابر التي ستصنع البارجات والسواريخ التي تذهب القمر نسبة البنات أكثر من نسبة الذكور يقيناً يسبت البنات أكثر من نسبة الذكور إذن المجتمع المسلم منذ 14 قر وهو في منأة وفي غنى ويعتقد أنه سيتقدم ونصف مجتمعه ونصف الأسر ونصف الإنسانية المسلمة الإنسانية الأنثوية في البلاد الإسلامية وفي العالم الإسلامي خارجة عن المساهمة الفعلية فكيف تريد المسلمين أن يتقدموا كيف تريد أن يصبحوا أمة لها استقلالية ولها منتوج إنساني نفخر به فأين هو أينشتاينها؟ أين هو منتجاتنا الإلكترونية؟ منتجاتنا علمية؟ منتجاتنا الطبية؟ منتجاتنا الثقافية؟ أين هي فنوننا؟ أين هي إنسانياتنا؟ بماذا نصخر؟ بماذا نفخر؟ وجان أقول لك كولان وهو صادق كل العلماء وكل المهندسين وكل المثقفين وكل الفنانين وكل البارعين وكل المقترعين المسلمين منذ 14 قرن في الخلافة الياموية والخلافة العباسية والخلافات المتعاقبة كلهم من ابن هايثم للروني للخياطي للنظام للفرابي للكندي لابن رشد لابن سينة لمئات هؤلاء كلهم بمقياس مدرسة ابن حنبل زناتقة وليس لهم في الإسلام شيئا ليسوا من الحضارة الإسلامية في شيء فأين وما هي حضارة المسلمين إذا كان هذؤلاء العشرات مئات من رفعوا رؤوسنا إنسان كالخوارزمي قد ثور الرياضيات قلب ما هي رياضيات رأسنا العاكم ولكن هذا الخوارزمي عند أحمد بن حنبل وعند ابن تيمية وعند ابن باز وابن الثيمين كل الأهبياء لبول البعير وجماعة الطب النبوي والطب الزفلوتي هؤلاء كالخوارزمي وكابن رشد وكلهم زنادقة ومعتزلة وكفارا في النار هذه الحقيقة وإذا نحن نعترف بهذا فإننا لن نتقدم ولن نذهب إلى أي مجال من المجالات الروحية وإذا كنا نحن قادرين على نقض أنفسنا ورؤية أنفسنا في المرآة والقدرة على القول أن هذا يجب أن يقف وأن المسلمين بين ظفرين العاديين الطبيعيين السامبا ليس هناك مسلمين عاديين والسامبا المسلمين يأما أن يعترفوا أن في هذا الدين خور وعيب وعور وشوم وبؤم وبؤس يجب أن نستأصله وأن نقض عليه ونقض عليه وإلا فسوف تكون مآلنا مآل أن نندثر من تاريخ الإنسانية وأقول لك حقا اندثار المسلمين من الإنسانية لن يكون شيئا مخزيا أو ملعونا أو غير مرهوب فيه ماذا يقدم المسلمون للإنسانية في هذا الدور؟ ماذا يقدم المسلمون للإنسانية الآن؟ لا شيء يقدمون الأعياد الفارئة أو أخرى يقدمون أخي يعني زعهم يقدمون الإرهاب ويقدمون ثقافة بول البعير طبعا طبعا إذا كان هذا ما يقدمون فإنه هيهاتة وبئس المسيح هيهاتة وبئس المسيح عمدي سؤال جاني من أخونا أظن سؤال من محسن عم يقول ما علاقة الإلحاد بالإنسانية؟ والله أخي جانا الإلحاد الإنسانية الإلحاد ملتسق بالإنسان كالتساقه بالذات البشرية لأن الإلحاد كنزعة أو كقيمة إنسانية هو ملتسق بالذات البشرية لأن الإنسان الذي له نزعة تساؤلية الإنسان الذي يبحث عن الحقيقة الإنسان الذي يسأل ويريد عن الجواب والإنسان الذي تكون الإجابة الدينية غير مقنعة له فهو بطبيعة الحال سيخرج عن الطور الإيماني والاحتقادي والديني إذن فإن الإنسان منذ أن نشأ والإنسان منذ أن خلق والإنسان منذ أن ظهر والإنسان منذ أن تطور كميات مهولة من إنسانياته ومن أعداده وأرقامه كانت ليست لعلاقة بالتدين ولا بالإيمان ولا بالاعتقاد الراصخ في الإله وفي الذات ولكن تلاحظ أخي جان أن الدين باعتباره إرهابا فقريا وباعتباره مبنيا على القصر وعلى الجبر وعلى الهيمنة والسلطوية والعقوبة والتهديد ومن البدهجيات الإسلامية طبعا عاشق رافقوهن وضربوهن لعشر وصاحبوهن لتسلطوية في مخزوننا التربوي هناك إجبار الإنسان على غير ما يعتقد الطفل الذي لا يريد أن يصلي يجب أن يضرب وأن يجلد وأن يستتاب وأن يعاقب عقوبات خارقة وهذا النسيج وهذا النسق وهذه النسعة التربوية ليس هناك أخطر منها على المجتمعات وليس هناك أكثر منها منتوجا عكسيا لماذا؟ لأن كل التربيات المبنية على القهر وعلى القصر وعلى الضغط وعلى الجبر هي تربيات فاشلة لأن بإمكان الإنسان أن يكون يصلي وتكربس وليلا لله ويقينه ليس في قلبي حبة خردل من الإيمان بإمكانه أن يصلي الخمس والعشر والتراوية وليس في قلبي حبة خردل من الإيمان وهذا تشجيع مباشر للنفاق وللرياء وللخدعة وللكذب وللزيف وللفساد الاجتماعي فهؤلاء الناس الذين يجبرون يجبرون على اعتقاد ما لا يعتقدون وعلى الإيمان بما لا يؤمنون وعلى وعلى ممارسة ما لا يريدون كل هؤلاء هم قنابل موقوطة في المجتمع موجودة لكي تنتظر الحين والموقف والوعد وتقوم بعملها الانتقامي في يوم من الأيام وترجع المجتمع بالوبال وتكون عبارة على طابور خامس وهذا هو طابور الخامس لأن المجتمعات التي انكسرت ودمرت وانهارت كانت تشكو في داخلها مثل هذه الخرقات ومثل هذه الأمراض والأمراض التي تتولدها المجتمعات الشمولية المجتمعات التي فيها ضغط ليس فيها حرية ليس فيها تبادل ليس فيها قبول للآخر ليس فيها رغبة للحياة والجمال والفن والإبداع وليس فيها إمكانية أن الإنسان يفتق المواهبه ويشعر فيها بالسعادة وبالأمن هذه المجتمعات ما قالها إلا الزوال المجتمعات الكربوسية المجتمعات التقبوسية الصلواتية اللاهوتية ليس لها أي أفق إنساني رحب وليس لها مستقبل للإنسانية وقد عاشوه أبناء عمومتنا عاشوه النصارى وعاشوه اليهود قبلنا فلما في القرون الوسطى ماذا عاش النصارى ألم يعيشوا نفس الأزمة التي نعيشها نحن اليوم ألم يمروا بمحاكم التفتيش وجلد الذات وقتل السحرة وقتل الفسقة وقتل المرتدين وقتل الكفار ألم يمروا بتلك المحن وتلك المنزلقات التي نعيشها نحن في البلاد الإسلامية ألم يقولوا هم أنه هو الدين هو رأس التاج وأنه هو الذي يجب أن يسيطر في المجتمع وهو الذي يجب أن يحكم وهو الذي يجب أن تكون الكلمة الأخيرة وهو الذي يقنن وهو الذي يسكي ويدخل الجنة ويخرج من النار وما إلى غير ذلك ألم تعيش المجتمعات الغربية والمجتمعات الماسيحية الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسبع عشر من القرون وهم في ظلمات وفي مآسي وفي محارق وفي أبشع البضار كيف فخرجوا عندما لفظوه هذا الدين عندما لفظوا هذا المشروع الطاهوتي هذا المشروع اللهوتي هذا المشروع الذي يجعل من الله والحاكم من الأرض لا حكم لله على الأرض ولو أن الإنسان ليس هناك إنسان موكل ليس هناك إنسان هو واحد قادر على أن ينطق بإرادة الله ولا بحكم الله ولا بقانون الله وإن كانت هذه القوانين في أغلبها في الظرف الراهن قوانين لا إنسانية قوانين لا يقبلها العقل كيف ونحن إخوة في الإنسانية الآن وقد اتفقنا أن العقوبة الجسدية عقوبة حيوانية أن البتر الأعضاء هي ظاهرة مخزية أن قتل النفس هو أمر مردود أن معاملة الإنسان من معاملة لا إنسانية غير مرفوض كيف تريد أن تطبق قوانين منذ أربعة عشر قرنا تجلد هذا وتتضرب بالصياد هذا وتعزل هذا وتقطع رأس هذا بمجب قول من هذا أو ذاك قطع يد السارك وجلد فمتن الزاني ورجم فمتن المحصن قطف المحصنات وما إلى غير ذلك كل هذه القوانين لم يعد لها قبول في الإنسانية المراهنة يعني الإنسانية اليوم اتفق على جملة من المباتة لا يمكن أن تخلى عنها عندما نقول أن كل الناس والعالم كله لا يقبل أن ينتهك الإنسان في جسده الجسد الإنساني عزيز وثمين والحياة الإنسانية عزيزة وثمينة ومهما اختلف الإنسان من أخطاء ومهما قام من جرائم فإن المس من ذاتيته يعتبر انتقاص وغير مقبول لأن ما يقوم بالإنسان هو سلوك وعمل والعمل والسلوك يقوم ويقاوم بالعمل والسلوك ليس بالبطر وبقص الرؤوس وبقاط الأياد وبالجلد هذه مظاهر حيوانية كان يقبلها الإنسان في فترة كانت قدراته الفكرية محدودة أما اليوم ونحن على مشارف القرى الحادي والعشرين ودخلنا فيه في عمر فهل نقبل أن نعود إلى هذه المعاملة الحيوانية هذا السلوك البربري هذا السلوك المخزي الذي لا يقبله حتى نحن الآن نريد أن نرفع من إنسانيتنا فنعامل حيوان معاملة إنسانية ونرفع عنه الظلم والظيم وسوء المعاملة والتحذيب فما بالك بالإنسان بالذات البشرية هذا هو الأمر الجوهري وإذا لم يفهم المسلمون هذا فإنهم قد خرجوا عن التاريخ وقد يخرجون عن التاريخ وليس ينتهجون هذا لا أظن أخوي نزار التاريخ سيكون للمسلمين أي أسر طبعا 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 نخرجوا من الساحة نهائيا على كل حالة عندي سؤال أخير المجتمع الإسلامي كمولد خلينا نقول الكراهية للآخرين وأجبار البشر على النفاق والبراء والحقد الدفين ضد المجتمع ياريت بس مسألة الكراهية هاي تشبح لنا إياها حتى لأننا بصراحة عندنا الوقت شوي ضيق وأتمنى ملأ أصدقاء كمان إذا في عندنا أسئلة يطبع حوا وكذلك بالنسبة لمسألة كراهية الآخر الإشكالية الإسلام أنه نسج منذ قرون المجتمع الإسلامي على أنه كينون مهددة أنه الأمة الإسلامية هي خير أمة وخرجة الناس تقبر من معروف وتنع الممكن فبهذا الاعتبار فإنه وضع الإسلام نفسه موضع الطرف المتميز الطرف المحبوب عند الله والطرف الذي سوف يجازيه الله بمقتضى هذه الطاعة ومن جملة الطاعات الله وهذا هو الخطر الطاعة لله في أنك تناصب العداء لغير المسلمين هذا الإشكال وهذا الإشكال ظهر في جملة من الصور والآيات في القرآن التي تدعو إلى محاربة غير المسلمين وفي التربية الوقائية يعني يخشى المسلمون أن يغيروا دينهم فيطالبون بنبذ الدين الآخر واعتبار أن اليهود قد كذبوا على الله وافتاروا وأن المسيحيين قد ظلوا وغيروا وبدلوا وزيفوا الأناجير والكتب السماوية إلى ما غير ذلك ثم أن هذه الثقافة هي الثقافة عشنها ونثقسمها وكل المسلمين لهم وهم في اعتقاد أنهم خير الناس وأنهم هم أصحاب الحضار وأنهم هم من قدم وهم من فعل وهذا أمر فيه كثير من الكذب وفيه كثير من المبالغ وفيه كثير من الإدعاء فالمسلمون كغيرهم من بقية الأمم فيهم الغث وفيهم السمين فيهم الفقير وفيهم الغني فيهم القادر وفيهم القاصر فيهم العالم وفيهم الجهل وفيهم الشجاع وفيهم الحقير وفيهم المنافق وفيهم الأفاك وفيهم الديوس وفيهم الشهم وفيهم جملة ما في الإنسانية من خصاص فالمجموعة البشرية الإنسانية المسلمة ليست لها أي ميزة فوقية أو علوية أو تعطيها وصاية أو وكالة أو ميزة تجعلها متفوقة أو تجعلها متميزة وتجعلها صاحبة أسبقية على باقي الأمم والمشكل أن الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية بحكم جهل مؤسسيها وعلمائها ومكونيها لا يعلمون أن أكثر من نصف الإنسانية على مشارب ومذاب أخرى فالبوذية مثلاً والسراتوشتية والهندوكية أكثر من ثلاث مليارات بشر أكثر من نصف الإنسانية ليست لهم علاقة لا بالمسيحية ولا بالإسلام ولا باليهودية وهؤلاء بشر نغراؤنا في الخلق ولهم ما لنا وعليهم ما علينا فيهم الكرماء وفيهم الطيبين وفيهم العلماء وفيهم القديسين وفيهم المشكورين والمدمومين إذن فعل المسلمين أيضاً أن يراجعوا حساباتهم وأن يؤدوا ويثوبوا إلى رجدهم لأن هذا الادعاء مقيت وسوف يقتلهم ويقهرهم لأنهم لا يستطيعون الكذب كثيراً نحن في الملتقات كينسام من أصول إسلامية في مجتمع غربي بين أغلبية المسيحية وأقلية اليهودية ونحن موجودون ولكن هل تظن أننا بإمكاننا أن نكذب أكثر فأكثر على المسيحيين في كرهنا لهم؟ هل تستطيع أن نجتمع وعاشر وأخالط وأقاسب وأناساً أقول عليهم أنهم في ختام الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الظلين؟ غير المغضوب عليهم واليهود ولا الظلين هم النصارى فكيف تريدني أنا أن أتعامل مع أناسهم وأنا أكن لهم هذه الدونية لا أقول حقت يعني حقت كلمة فيها يعني تذغينة ولكن هذه الدونية أعتقدوا أنهم أسوأ مني وأقل مني وأن مجالهم منها جهنم وبعصى المصير كيف تريد أن نتعامل معهم؟ يجب على المسلمين أن يراجعوا جملة مواقفهم ومقدراتهم الفكرية وتعاملهم مع الإنسانية الأخرى وأن يعترفوا بحجمهم الحقيقي أنهم أقرب من الصفر إلى شيء آخر هذه المعضلة الكبرى التي لا يمكن أن نخرج منها إلا إذا صارحنا أنفسنا وجعلنا الحقيقة نصب عيوننا وأن نقول الحق ولو كان على زواتنا وأن كنا قد أخنأنا فليس في حرج ثم قولة وإنما هي لهؤتية ولكنها جيدة يقال فقهيا مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل نحن يجب علينا أن نراجع هذا الأمر وأن نقول أن مواقفنا من الأمم الأخرى والشعوب والديلات الأخرى ليست مواقف مشرفة يجب أن نجعل من أنفسنا في مستوى هذه الناس وأن لا نكون لهم الحق أخوي نزار هل هالفكرة هاي ونوصل لأخوتنا المسلمين أنه نحن لسنا لا نميزة على البشر الأخيرين نحن سعرنا بسعرون وكيف ننوصل هالفكرة هاي كيف نقنع المسلم هذا بهالفكرة هاي يا ريتش رحمنا كيف ممكن ما هي الطريقة والوسيلة الآلية اللي ممكن وصل الفكرة هاي للإنسان المسلم هذا اللي بيعتبر حاله هو أفضل الناس وهو خير أمة وهو الطفل المدلل عند الله يعني تفضل تعرف ما لينين كان يقول عندما تشتد الأزمات يقول ليس هناك أدمغ وليس هناك أي قن من الوقاع والحقاق على الميدان عندما تشاهد أنت أن في المجتمعات المسلمة التي تباشر وتعاني من أشد الأزمات فقر وحروب ومآسي في الصومال وفي مالي وفي إيرتريا وفي اليمن عندما تلاحظ أن جملة المسعفين وجملة الأطباء وجملة الناس الذين يؤهلون ويغيثون ويأتون بالمؤونة وبالذخائر ويأتون بالدواء ويأتون بالأكل ويأتون بالغطاء وبالرداء وبالأدوية وبكل هذا العطاء الذي لا تقابله مقابل وليس فيه أي نوع من أنواع الإبتزاز أو أي نوع من أنواع التجارة أو أي نوع من أنواع التسويق أي شيء اسأل هؤلاء الناس اسأل هؤلاء المسلمين المنكوبين في درفور في السودان في الصومال في مالي اسألهم عندما يتغيثهم تلك المسيحية وعندما يشخص عليهم ويلقعهم ذاك الطبيب جاي من فنلندا ولا جاي من فرنسا ولا جاي من بلجيكا وجاي من أمريكا وكندا هل ذاك الإنسان أنت أحسن منه؟ هل أنت أكثر إنسانية منه؟ هل أنت أكثر إيمانا ورحمة عند الله منه؟ أظن أن الإجابة ستكون لا بكل يقين ولماذا أقول هذا؟ أقول هذا لأن الأمة الإسلامية العالم الإسلامي المجتمعات العربية والإسلامية بكل أسف وبكل لوعة وبكل أسف في مؤخرة وفي أسفل وفي آخر ترتيب الأمم فلو قمنا بإحصائيات وشفنا أي دراسات متعلقة بالعلوم وبالكيميا وبالفيزياء وبالتكنولوجيا وبأي مجال من المجالات نجد أن نصيب العرب والمسلمين صفرا وغير موجود والدليل على ذلك هل تذكر لي عالما أو عالمين أو ثلاثة نوبل عرب إلا نجيب محفوظ المسكين الذي حاولوا أن يقتلوه لأنهم كفروه في مصر وحاولوا أن يذبحوه وهو النوبل الوحيد الذي لدينا في الآداب وفي العطاء الفني هل هناك نوبل وحيد في الرياضيات مسلم هل هناك نوبل وحيد في الفيزياء الفلكية مسلم هل هناك نوبل وحيد في الكيمياء العضوية من العرب والمسلمين لا يا صديقي وهذا هي محنتنا وهذه أم مشاكلنا وأم همومنا وأم مآسينا لأننا وناس قد عمتنا هذه الدعوات الكاذبة بهذا الاهوت الغبية الذي يهمنا بأننا خير أمة ونحن لسنا خيرا من أي أمة وإذا لم نعتقد هذا الاعتقاد ولم نرسخ في ذهننا هذا الفكر فأنه على المسلمين والعرب السلام على المسلمين والعرب السلام لنفترض أن المسلمين تموا في تعصبهم إلى الأبد ما هو السيناريو المنتظر لهم؟ والله أخي جان أنا أنا نتصور أنه بصراحة يعني بكل يقين أنا أعتقد أنه العرب في حاجة تاريخية إلى أنهم يكتويوا بالبداء الإسلامي اكتواء بينا أنا أعتقد وهذا يقين ما دام الجماهير العريضة المسلمة في العالم العربي والإسلامي لا تعتقد أن الإسلام يجب أن نتجاوزه لكي يكون دينا ذاتيا ومتعلق بالشؤون الشخصية فإن مآل المسلمين إلا أن يكونوا في هذا الانحطاط وفي هذا الإرهاب وفي هذه المأساة العارمة أنا أعتقد أعتقاد راسخ وأن التجربة الإسلامية يجب أن يكتوي بها المسلمون كي يتخلصوا نهائيا من هذا الداء ويمروا كباقي الأمم إلى طور آخر وإلى حكمة تاريخية آخر أنا جون أنا شو سويت تريست هذا حزين أن يقول كلام هذا أنه فيه شيء من الحزن وشيء من الضغينة مع الذات ولكن على ما أرى فيه هذه الجامعة عندما تشوف أن الإرهاب الفكري والإرهاب الاجتماعي والإرهاب الديني السائد في المجتمعات العربية في الظرف الراهن لا يبشر بخير ولا سبيل إلى أن نعتقد أن الإسلام قد يقلع عن طموحاته الاستبدادية أو أن ينزوي عن تطلعاته في الحكم إلا إذا لفظه المسلمون والمسلمون الآن في مخيلهم وفي لا وعيهم وفي اعتقادهم الجماهيل الواسع أن هو حلهم وهو بشيرهم وهو نذيرهم وهو جناتهم على الأرض فاعتقادي أن هذه الجنة التي سوف يرونها سوف يعيشونها مرة ولن يعيدوا تجربتها مرة ثانية هذا في اعتقاد أما التطور التاريخي في الحقب القادمة سوف ننعيش نكسات ونكبات وتفجيرات أخرى وجهاديات أخرى ومآسي أخرى إلى أن يقتنع المسلمون اختناعا راسخا أن دينهم لا يصلح لدنياهم إنما دينهم يصلح لبيوتهم ولذواتهم ولإيمانهم في صدورهم فحسب وهذا أعتقد أن أمر غير وارد بالنسبة للظرف الرهن أن نستبشر خيرا من العقد والعقدين السابقين علي أنا وأنت جون يأتينا الموت ولا نرى عالم إسلاميا متستنيرا ومتقدما ومتوجه توجها طيبا ومحمود لا أتصوره أنا بصراحة أنا غير متشائل مثلك يعني أنا أرى الوضع هو سريع بسرعة التكنولوجيا وطبعا يعني بفضل التكنولوجيا يعني نحن كيوتيوبيين على الأقل على إيديننا يعني كثير ناس فهموا وضعهم وقدروا يستوعبوا مسألة الدين بالنسبة للعصر هذا وتأثير الدين للعصر هذا وتاريخية الدين هذا يعني فأنا بصراحة متفائل صح هالعقد عقدين ممكن يكون بلاب لكتير قلاقل مثل أقوله أو تفجيرات وكل هالشيء هذا ولكن ما أظن يطول أكتر من عقد عقدين وسنرى جيل الأجيال القادمة هاي أجيال متنورة أجيال لا تنصط للمشايخ لأنه إذا جيل الحالي هو جيل الواتس أب وجيل الفيسبوك وجيل اليوتيوب فما بالك بالأجيال القادمة جيلين أو ثلاثة قادمين يعني شاءت ثلاثين أربعين سنة عشرين ثلاثين أربعين سنة سنرى فرق شاسع أنا متأكد من هالشيان أخوي نيزار أنا أشكرك جزيل الشكر الكلمة الأخيرة تحب تقوله بالبرنامج لا الكلمة الأخيرة أنه يجب على المسلمين يعني أنهم يقلوا من الادعاء ومن الدعاوي ويشتغلوا كثير ويبذلوا في العلم كثير ويحاولوا أنهم يقدموا للإنسانية أشياء جيدة وأشياء طيبة وأشياء إيجابية وأن تكون صورتهم صورة مستنيرين صورة علماء متقدمين مؤهلين أنهم يفكروا بصفة طيبة وما تكون عندهم ذغين ولا كره لأي كان لأنه في نهاية المطاف كما قال سيدنا علي بن طالب إن لم يكن أخوك في الدين فهو نظيرك في الخلق يعني وطبيعة الحال نحن كلنا إنسانية موحدة الدين هو جزء من إنسانيتنا وليس كل إنسانية يجب أن يتذكر كل مننا أن دينه ليس هو كل ذاته وكل إنسانية الدين هو جانب من الإنسانية والدليل على ذلك أن هناك أناس لا دين لهم ولهم إنسانية طيبة وكريمة وجيدة وليس في حاجة إلى دين كي يكون أناس وكي يكون الإنسان إنسان شكرا لك أخي دار بصراحة أصدقائي أنا بعتذر في كتير أسئلة إجابتنا يعني الله فيه سؤال أنا بصدي أجاوب عليه بسريع جدا جدا أنه الزيد عم بيقول هل يعتقد أخ جان أنه أمريكا مجرمة بصراحة أمريكا يعني شو هذا طبعا لا لا جان أنا أعتقد أن الحكومة والدولة الأمريكية دولة مجرمة إمبريالية قاتلة مهيمنة على الشعوب ومهيمنة على رأسا على شعبها الأمريكي يعني ما في نحن نقدس الغرب بالنسبة لنا ليس نموذجا وليس مثالا وليس إلها وليس معبدا الغرب فيه نفس المشاكل التي موجود فيها شعوبنا العربية ومآسي الغرب عديدة وهم لهم مشاكلهم وهي أعمق وأجدر وأخطر من مشاكل المسلمين يعني ما فينا أن نجمل ولا أن نزكي ولا أن نطبل لأي مجتمع لأن المجتمعات الإنسانية بكل يقين ليست هي المجتمعات المثلة والمجتمعات التي يحلو فيها العيش بدون مشاكل لكل مجتمع المشاكلة ولكن كما نقوله نحن عنا يجب على كل أن يكنس في بيته وأمام بيته لو كنا مش نحكي على الأمريكان فلنأتي بأمريكيين اللي يحكوا عن أمريكا وعن مجتمعاتهم ولكن نحن من أصول إسلامية ومسلمين وعرب فإننا نحكي أولا على همومنا العربية والمسلم الإسلامية داخلنا كي ننهض ونرقى ونتقدر هذا هو غايتنا وليس نحن لسنا بوكلاء ولا أبواق للغرب ولكن نحن ننفذه ونلفظه هذا الغرب أشكرك أخي نزارو ومثل ما قالت الغرب هناك يعني في الغرب مشكل ملون طبعا 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 يعني مجردة طبعا 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 يقينا يقينا أشكرك جزيلا أشكرك جزيلا الشكر أصدقائي أشكركم جزيلا طبعا موعدنا بكرة راح يكون في تمام الساعة سبعة ونص بتوقيت لندن مرة أخرى أشكركم للمتابعة وأشوفكم غدا إلى اللقاء أصدقائي إلى اللقاء إلى اللقاء